في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الشرعية بجدية إلى فتح الطرقات وتخفيف معاناة المواطنين تواصل ميليشيات الحوث الإرهابية استعراضاتها والمزايدة الإعلامية بمقترحتها فتح الطرق تختم أغراضها ونواياها العسكرية الإرهابية تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عيسى المرشدي بعد أن بعدت الحرب أسفار اليمنيين وأجبرتهم على سلك طرق إجبارية وصفت بمصائد الموت بادرت الحكومة الشرعية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان بن علي العرادة بفتح الطريق الرابطي بين مأرب والصنعاء من جانب واحد وتأسيس نقطة تفتيش أمنية في الطريق الرابطي بين المحافظتين هذه الخطوة التي أحرجت الميليشيات الحوثية وفهمتها بشيء من التوجس والريبة جاءت وفقا لرجل الدولة اللواء العرادة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين مؤملا قيام الطرف الآخر المتمثل بالميليشيات الحوثية بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين وبشكل عام فإن هذه المبادرات التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية المتمثلة بمبادرة فتح طريق مأرب صنعاء الدولي عبر فرضة نهم وطريق حيس الجراح الرئيسي وكذا طريق صنعاء تعز الرئيسي عبر طريق عقبة منيف الحوبان من جانب واحد أجابت عن أسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها والتسبب في مضاعفة معاناة ليمنيين رفض ميليشيا الحوث الإرهابية التابعة لإيران لهذه المبادرات وذهابها لاختلاق التعقيدات والذرائع مرة بإثارة مخاوف أمنية وعسكرية وطارة بفتح ملف الأسرة وأخرى بربط الملف بمسار السلام والأحداث التي تشهدها المنطقة والمراوغة عبر إعلان استعدادها فتح طريق فرعي ومتهالك والشبه ترابي عبر سرواح لا يصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين وكذا استعدادها فتح ما يسمى طريق الخمسين ستين في تعز وهو طريق فرعي وترابي لا يصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين وسبق الحديث عنه قبل عامين رفض صريح للمبادرة الحكومية وإمعان في حصار تعز والسمرار في نهج التضليل والمراوغة لم يكن مفاجئا لعصابة لا هم لها سوى صناعة الأزمات وتفجير الحروب وتأزيم حياة المواطنين ميليشيا الحوث الإرهابية هي التي عملت طيلة السنوات الماضية لإفشار كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة لفتح الطرقات في مأرب وتعز والحديدة والجهود التي بذلتها الوساطات المحلية وكذا الاتفاقات التي أبرمت لفتح الطرق بما فيها اتفاق ستوكولم في العام 2018 والهدن الإنسانية برعاية أممية والتي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في البلاد والتي تنصلت الميليشيا من تنفيذها وذهبت لإعلان استعدادها فتح طرق مستحدثة ووعرة وترابية وغير آمنة وهذا ما يؤكل موقف ميليشيا الحوثي من المبادرة والذي يتزامن مع هجماتها الإرهابية على سفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومذيق باب المندب وخليج عدن بمزاعم رفع الحصار عن غزة والذي يضع المزيد من التعقيدات على الوضع الإنساني والسياسي ويكشف موقفها الحقيقي من جهود التهديئة وإحلال السلام في اليمن وعدم اكتراثها بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة لليمنيين ترجمة نانسي قنقر